الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم هو أكثر الصحابة رواية للحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد عرفته هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه اللي كثير ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقبه بأباهر في ناس كثيرة بتسأل إزاي أبو هريرة إذر يروي كل الأحديث دي عن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب الرئيسي إنه كان من أهل الصفة معنى الصفة بيت صيفي يكون مصقوفا بجريد النخل ومن أشهر أهل الصفة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه وكان يبيته باليوم واليومين دون طعام رضي الله عنه أرضاه ومعنى أهل الصفة الغرباء والعزاب من المهاجرين والوافدين إلى المدينة المنورة الذين لا مأوى لهم ولا مكان يبيتون فيه وجل عمل أهل الصفة هو تعلم القرآن والأحكام الشرعية وكانوا يشاركون في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه الناس يقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنتم أيها المهاجرون فقد شغلتكم التجارة وأما أنتم أيها الأنصار فقد شغلتكم الحقولة والمزارع وأما أنا فقد لازمت الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد ما غاب وأذكر ما نسوه رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه وجمعنا معه في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أمين والآن مع حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ده أسلوب جمالي اسمه كناية عن موصوف وهو الله سبحانه وتعالى المراد به القسم بالله سبحانه وتعالى لا يسمع بي أحد المقصود به سماع مع بيان للإسلام بشكل عام كافي ووافي من هذه الأمة المقصود بيهم البشر من أول بعثته صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة ولم يؤمن بالذي أرسلت به من الشرع في الكتاب والسنة وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بعض الفوائد المهمة لهذا الحديث الشريف أول حاجة الحديث دليل واضح على نسخ جميع الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والنسخ في المعجب معناه الرفع والإزالة تاني حاجة ذكر اليهود والنصارى المقصود به إذا كان من لهم كتاب ونبي ورسالة واجب عليهم دخول الإسلام يبقى من باب أولى من ليس لهم دين ولا كتاب سماوي الدخول في الإسلام يعني الرسالة للجميع ثالث حاجة إن أي واحد لم تصل إليه دعوة الإسلام زي اللي في أدغال أفريقيا وغابات أمريكا من البدائيين فلهم العصر وعلى أرجح الأقوال إنهم يوم القيامة يمتحنون فمن نجح منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار وده رأيي ابن القيم رحمه الله رابع حاجة جواز الحلف من غير استحلاف خصوصا لو الأمر مهم والفايدة الخامسة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى ومنهاج أهل السنة والجماعة في أي صفة لله سبحانه وتعالى هو الآتي اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بضع ما تشغلش نفسك بالغيبيات وركز في اللي يهمك اسمحوا لي أوضح نقطة في غاية الأهمية لا تعرض بين قول الله سبحانه وتعالى لا إكره في الدين وبين قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام يقول الشيخ الشعراوي في تفسير إن الدين عند الله الإسلام أن الإسلام في هذه الآية هو طريقة وحدانية وعبودية لله سبحانه وتعالى بدءا من أول سيدنا آدم وانتهاءا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما الإسلام الخاص الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشريعة فقد نسخت كل الأديان السماوية السابقة ويجب على كل من سمع به أن يتبع ويؤمن بالله عن طريق الإسلام وإلا أصبح من الضالين الكافرين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة وياريت كلنا نشارك الفيديو ونعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة وياريت لو نزور صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة